وقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر على القتل والتدمير فحسب بل طاولت أيضا مقومات الحياة الأساسية لا سيما المياه وباتت الأسر الفلسطينية في القطاع تواجه الموت في سبيل الوصول إلى قطرات من المياه أما في الضفة الغربية فتآكلت حصص المياه وارتفعت قيمة فواتيرها بحسب بيانات سلطة المياه الفلسطينية فقد تراجعت حصة الفرد من المياه في غزة بنسبة 97% اذ تسببت آلة التدمير والحصار الإسرائيلية في خفض حصة المواطن إلى ثلاثة لترات يوميا وأقل من ذلك في بعض الفترات بينما كانت هذه الحصة تصل إلى 84 لترا يوميا قبل العدوان يقدر إجمالي المياه المتوفرة في غزة بنحو 10% من مجمل مصادر المياه المتاحة قبل العدوان الإسرائيلي هذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود والطاقة من إسرائيل لا تختلف الصورة في الضفة الغربية كثيرا عن قطاع غزة حيث يتحكم الاحتلال بالنسبة الكبرى من مصادر المياه التي تصل إلى الفلسطينيين ويستغل ذلك سلاحا لمحاربة الوجود في عموم مناطق الضفة شركة ميكوروت الإسرائيلية خفضت ضخ كميات المياه إلى كل من الخليل وبيت لحم بنسبة 35% كما خفضت الكميات لمناطق مصلحة مياه رام الله بنسبة 50% ما تسبب في أزمة كبيرة في الصيف الحالي بحسب السلطة الفلسطينية فإن فواتير الشركة الإسرائيلية تخصم شهريا من عوائد الضرائب المقاصة إضافة إلى خصم 32 مليون دولار بدل معالجة مياه سنويا ورغم ذلك فإن الوصول إلى المياه بات صعب المنال إذ تواصل تلبيب سياسات الحصار والحرب المائية كان معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من المياه يبلغ 86 لترا و400 ملي لتر في اليوم لكن هذه الحصة خفضت إلى أقل من 15 لترا يوميا بعد العدوان في المقابل فإن حصة الفرد الإسرائيلي تبلغ 6 أضعاف حصة الفرد الفلسطيني وتصل إلى نحو 500 لتر ترجمة نانسي قنقر